بسم الله الرحمن الرحيم مر أنه إذا كان بقاء الجنين مضراً بالأم ضرراً مهمة جاز لها إسقاطه إذا لم تكن الروح قد ولجته بعد حملت الآن صار لها شهر شهرين يضرها بقاء الجنين عندها مرض مثلاً سكر كذا وتتضرر ضرراً فادحاً من نفس الجنين هو نفس بقاء يسبب لها هذا الضرر ولا زالت الروح لم تلجه يجوز إسقاطه زين قد لا يكون الضرر ناشئاً من نفس الجنين وإنما من جهة خارجية الجنين ما بي مشكلة هي ما تتأذى من وجوده لكن ربما تتعرض إلى خطر من الخارج هناك أناس إذا علموا أنها حامل ممكن يقتلوها أي شي سوون أيضاً في مثل هذه الحالة يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح هذا الحشي كله ما لم تلجه الروح المفروض أن عليها الدية حتى لو الآن عندها عذر في الإسقاط لكن القاعدة أن عليها الدية السؤال أليس يلزمها أن تهرب إلى مكان آخر إذا أمكنها ذلك الجواب نعم إذا أمكنها ذلك الكلام إذا لم يتيسر لها الأمر هذا كله إذا لم تلجه الروح الآن ولجته الروح شهر الثامن التاسع قاعد يتحرك ببطنها أو صارت خطورة مر الخطورة ناشئة من نفس الجنين هو بقاء يسبب لها خطر هنا في احتمال وارد أنه يجوز لها أن تسقطه ومر الخطر من جهة خارجية أكو ناس ممكن يجون يعتدون عليها يتغير الكلام فقد يقال هي روح وهو روح الآن جايين ناس من بره يعتدون عليها وهي تروح تعتدي على الجنين حتى تخلص نفسها هذا اللي يدفع الضرر عن نفسه بإيجاده بإيصاله إلى طرف آخر مو معلوم يجوز له خلي نوضحها القضية شوية أفرضه مثلا شخص هاجمه شخص آخر قاعد يهجم عليه يريد يضربه ما سك له فاس ما سك له أي شيء فهذا يضربه يحق له أن يدافع عن نفسه ويضربه هالمرة افترضوا الشخص جاي يريد يهاجم يهاجمه يهاجمه فهو حتى يخلص منه يدفع على ذاك الطرف أكو واحد ثاني حتى يتخلص من هذا يدفع على واحد ثاني يجوز له الشكل يسوي يدفع الضرر عن نفسه بإيجاده بتوجيهه إلى طرف آخر مثال أوضح من هذا هذا نايم متمدد وأكو واحد ثاني هم ذاك الصوب شاف صخرة قاعدة تنزل وبسرعة الصخرة مرة جاية لذاك متوجهة لذاك الطرف ذاك نايم ما يدري واجب عليه يروح يوقف أمام الصخرة يموت روحه حتى يخلص هذا لا الآن الصخرة جاية على صوبة يريد يخلص منها يدفعها على ذاك يقول أحسن ما أنا أموت خلي هذا يموت ما لحق نرجع للمثال السابق مرة هذاك الطرف قاعد يهاجم شخصا بيده سلاح أي شيء قاعد يهجم على شخص هذا واقف يطالع يقول أنا أقدر أروح أقف أمامه وأخلص هذا واجب علي أنا رح أنصاب لا أما إذا الإصابة متوجهة إليه أساسا حتى يدفعها عن نفسه يوجهها الطرف آخر هذا ما يجوز مسألة الجنين مرة هو قاعد يضرها هو قاعد يسبب لها مشكلة تقول أنا أريد أدفع الضرر أريد أدفع ضرره هذا قاعد يموتني له وجه أن تسقطه أما إذا فرض مو هو هو ما مسوي شيء مسكين بالبطن وما يدري شنو القضية أكو واحد واقف برا أخوها أمها خالها إذا افتهم هذه حامل رح يتبحها فهي حتى تخلص من ذاك تموت هذا حتى تدفع الضرر عن نفسها من الطرف الآخر توجهه إلى الجنين أي مناسبة أي مناسبة تدفع ضرر شخص اللي الضرر إلها متوجه تروح توجه الضرر للجنين حتى تخلص روحها من ذاك الحين اثنين يموتون الحين اثنين يموتون أو واحد هذه مسألتهم فرضنا ما يموت الجنين يجي هذا يقولها زين الحين صبري خليه تولدين وأذبحش مثلا أو من يدبحها يفكون بطنها ويطلعوا مثلا الآن اثنين وواحد شوية فيها كلام فقط هو خوف الفضيحة الفضيحة شنو بس فضيحة ما يسولها شي الناس تحتي هذه هم شكلة أكو بعض الناس إذا تكلموا عليه مو هل قد يهتم حشوا عليه حشوا عليه لا يبالي ما قاله ولا ما قيل فيه هو مو مهتم مو داير بال وأكو بعض الناس لا أقل كلمة تؤذيه تؤذيه أذن بليغة حسب حسب وضعها زين سؤال إذا واحد قال هذا الجنين فرضنا هو قاعد يسبب لها ضرر الآن هي عندها سكر ضغطها صاعد كذا إذا ما طيحت رح يموتها قلنا هنا دفع ضرر تدفع ضرر الطيحة إذا واحد قال هذا هو ما يفتهم هذا ما يفتهم قاعد يسبب لها ضرر لا باختياره الجواب أنه نعم حتى لو كان كذلك ومثاله نفترض واحدا من نفس المثال ما للنايم متمددوا واحد جاي مثلا نحن نايم لو قاعد قاعد شاف واحد قاعد يدحرج من الجبل قاعد يدحرج صوبة الحين رح يطيح عليه ويموته فهو ما سكله رمح كذا يدخل بجسمه حتى يخليه يوقف مثلا رح يموت ذاك إذا قالوا لأ شلون الشكل سويت اقتلت الرجاج قال ما رح يموتني أنا رح أموت يقولون هو مسكيد طايح من فوق ما يقسمه بيده هو قاعد يدحرج غصبا عليه يقول ايه هو قاعد يدحرج غصبا عليه لكن هذا مو معناه بما أنه غصبا عليه إذا أنا خل أخليه موتني مثال آخر مهاجم شخص مجنون واحد مجنون ليش ما يفتهم لكن مجنون أو قاعد يهجم عليه هذا ضربه قتله بعدين مسكوه جابوه للمغفر ليش اقتلته قال جاي رجي يدمحني قال وهذا مخبل ما يفتهم يقول أخوه مخبل وما يفتهم يعني أخليه موتني لأنه مجنون كونه لا يفهم هذا مو معناه إذن خليه سوي لي يريد هذا مو معناه المجنون خلص بما أنه مجنون لا نتعرض له الآن هذا الطفل اللي في البطن في شهر الثامن التاسع والمفروض قاعد يسبب للأم أعظم الضرر أصلا ممكن يموتها تقول رح أطيحها رح يموتني هذا قاعد مثل اللي هاجم علي يقولولها هذا ما يفتهم إيه ما يفتهم إحنا ما قلنا يفتهم لكن الما يفتهم مو معناه إذا صار يوجه ضرر إلى شخص يترك هذا يريد يدفع الأم تريد تدفع الضرر عن نفسها إذن فله وجه وجيه إذا هو يسبب الضرر نعيد الكلام أما إذا واحد ثاني من بره مو هو الجنين ما مسوي شيء طبيعي وممكن تولد حسب الأصول هناك واحد في الخارج يقولها أنا رح أذبح مثلا على هذا الجنين فهي تريد تخلص من ذاك تموت هذا دفع الضرر عن النفس بتوجيهه إلى الغير هذا يصير المفروض لا يصير هذه مسألة الزين السؤال الولد احتمال ينولد مشوه أولا الاحتمال ما يسوي شيء وثم ماذا ويمكن لا ما ينولد مشوه يمكن هذه القضية أنا حتكلمت فيها قبل مدة بمناسبة جاني شخص من جماعتنا موجود الآن قال تذكر هو يقول تذكر قبل سنة ما عدري كثر اسألتك سؤال قلت أنه أكو عندنا امرأة حامل ومسوي لها قولتهم سونار فقالي لها هذا الصن نعوذ بالله مثل القرد هذا مثل القرد شكله أو مشوه وكذا وأنا جيت سألتك هو يقول قلت لك يجوز انطيح أنت قلت لي ما يجوز أنا الحين ما أذكر يوم اللي جاني وسألني بس فعلا لو يسألني الآن هم أجاوة نفس الجواب أنت قلت ما يجوز زين قال إحنا ما طيحنا ما طيحنا ولدت ولدت ابنية جميلة عندها شعر طويل كان شعرهم وهي بالرحم مغطيها هذول اللي سووا السونار صوروا أنها هذه مثل القرد شيء مشوه طلعت ابنية جميلة وشعرها مطويل هو يقول أنا قعد أنقل كلامه فأولا مجرد الاحتمال قطعا لا ينفع حتى مع القطع قال له لمشوه هو تأكد عند يقين مئة بالمئة هذا مشوه مجنون له حق أن يسقطه لا لها حق أن تسقطه ليس لها الحق خليكون مجنون خليكون مشوه هذا هو بعد يقول أتأذى هي الدنيا هالشكل الدنيا داروا بلاء داروا بلاء ولغوب ونصب وبيت ذل وافتقار وتعب وليس للراحة فيها من أثار كيف وصفوها مشوب بالكدر هذا عالم عالم من العلماء عند قصيدة يحاجي ابن فيها ومن ضمنها يقول لا هذه الدنيا الدنيا هالشكل داروا بلاء ولغوب ونصب وبيت ذل وافتقار وتعب وليس للراحة فيها من أثار كيف وصفوها مشوب بالكدر عادة يعني واحد هالشكل ماشي الأمور ويا صافيا صفايا ماكو أي مشكلة هذه ما تصير الدنيا مو هالشكل حتى لو من هالصوب جاته بعض الأمور استانس عليها بلأ اثناء تجي شغلات ثانية تكدر على كل حال يكون تتحمل ما فيها بعد حل ما فيها يكون تتحمل الآن مسألة أخرى وهي أنه لو مات الجنين في بطن الأم وهي كثيرا ما يصير اليوم يقولون هذا الجنين ميت أولا طبعا إذا مات بعد يطيحوا ما كو مشكلة لكن يكون يتأكدون أنه مات لأن أحيانا يقولون لهم والله ما جاي نشوف لنبض ما نحس دقات قلبه خش الآن أكيد ميت يقولون ما نحس شي يكون تصبر تصبر أسبوع أسبوعين ثلاثة اللي يصير يقين أنه ميت فإذا تيقن أنه قد مات يطيحوا الآن شلون يطيحوا في الزمن السابق ما كانت إبر وكذا قد طبيبة كذا بطريقة ما طلع وربما أثناء استخراج جهيد قطع مثلا اليوم هناك أشياء دواء تشربه أمثال إبر مثلا ويطيحوا عموما إذا أمكن إخراجه أو إسقاطه بطريقة لا يتقطع فيها فهو المطلوب ولو بما يسمى بالعملية القيصرية إذا مو حرج مو ضرر يفتحون بطنها ويطلعوا للجنين غريت قبل مدة ما أدروا وين كانوا كاتبين يقولون هذه ليش سموها قيصرية قيصرية قيصر بعد اسم مثل العملية الملكية العملية الإمبراطورية مثلا قيصرية يقولون كاتبين ما أدروا وين شفت أنه هذه أول مرة سووها قبل ما أدروا 150 سنة 200 سنة في فرنسا كذا لزوجة القيصر القيصر فسميت عملية قيصرية يوم بعد كل واحد كل واحد يسويها لا قيصرية ولا ملكية شغلة يسووها عموما إذا فرض أنه يصير يفتحون بطنها أو يطلعون الجنين عدل ممقطع خليسوا ليش يقطعوا إذا فرض ما أمكن أما ضرر عليها ضرر كبير حرج مثلا ذاك الوقت إذا أمكن إخراجه بطريقة لا تستلزم تفتته يعني الآن يسحبوه مثلا ممكن شطر منه ينقطع مثلا أكو شغلة شفت مكتوب كورتاج ما شي يسوون شغلة يسووها بحيث ما يتفتت الآن قطعتين يطلع على قطعتين أو ثلاث قطع همزين أهوان يقال أكو بعض الأدوية تشربها المرح بعض الأقراص اللي تفتته يعني تطلعها قطع صغار هذا فيه إشكال إذا أمكن أن يطلعوا من دون حرج من دون ضرر بتلك الطريقتين إما سالما بأجمعه أو على الأقل قطعتين مثلا ثلاثة مو أكثر فهو المطلوب لو فرض ما أمكن لأن شي سوون لا أمكن عملية قيصرية لا أمكن يطلعوا بطريقة اللي ما يتقطع كثير ما في حل إلا تشرب هالدواء وراح يتفتت تقولش أسوم وهذا خطرهم بقاء في البطن إذا مات عادة يقولوا لهم فالطب أنه ترى هذا إذا بقى راح يسمم الجسم هذا ميت راح يسمم الجسم فيضطرون المرأة تضطر أن تستعمل شيء اللي تفتته إذا وصل إلى هذه المرحلة يجوز ذلك وصلى الله على محمد وعلى ترجمة نانسي قنقر